موسيقى ارحب بك من جديد صديق المشاهد في حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة في هذا البرنامج نتعرف على التاريخ الحي لكنيسة الله بحسب ما ورد في سفر الاعمال حيث نرى حركة نمو الكنيسة واعمال المسيح التي لم تتوقف ما زلنا صديق المشاهد في الاصرح الاول من الاية الاولى الى اية اتناشر وموضوع حديث معاك النهاردة عن الكنيسة بين الازمة والعظمة الكنيسة بين الازمة والعظمة احيانا يسأل البعض هل ستبقى الكنيسة وتستمر؟ هل ستكون الكنيسة في المستقبل مناسبة للعصر؟ الحقيقة السؤال ده مش جديد ومن ايام صليب المسيح وقيمته كأن هذا السؤال كان مطروحا ويبدو لينا واحنا بنقرأ سفر الاعمال ان البشير لوقة قصد يجاوب على هذا التساؤل وهو بيقول لنا ان يسوع ما زال يعمل ويعلم كان يعمل ويعلم بنفسه وهو على الارض والان هو يعمل ويعلم من خلال كنيسته جسده الحي ولان المسيح حي وباقي ستبقى الكنيسة ايضا حية وباقية مسيح حاضر في الكنيسة بالروح القدس الكنيسة هي مجتمع الايمان به وهو حاضر في وسط كل الذين نالوا الحياة الجديدة بقبول رب ومخلص هو دائما الحضور في وسط اولئك الذين وجدوا فيه رجاء المستقبل كلما كان المسيح والمركز في الكنيسة كلما كانت مناسبة للعصر الذي تعيشه هذا هو مجد الكنيسة صديق المشاهد والحقيقة سجل البشير لوقة مواقف عديدة من تاريخ الكنيسة تعبر عن هذا المجد او هذه العظمة لكن قبل كده قبل ما يجي للمجد والعظمة عايز اشاور باختصار الى الازمة لا نستطيع ان ننكر ان كان فيه ازمة مع بداية الكنيسة دعونا نتخيل المشهد التلميذ واقفون ينظرون الى السماء وقت صعود المسيح هلنقدر نفكر ايه تأثير المشهد ده على التلميذ اللي وضعوا فيه ثقتهم يغيب ويختفي عن عيونهم الان يا ترى على سبيل المثال ماذا كان يفكر متى اللي في يوم من الايام يسوع قال له اتبعني وهو عندما كان الجباية فقام وترك كل شيء وتابعه يعقوب يحنى كانوا بيفكروا ازاي وهم بيفكروا دعوتهم لما المسيح هلوهم هلوم ورائي فاجعلكم صياد الناس وهننسى بطرس يوم قال للمسيح ها نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك فماذا يكون لنا كل ده بيقول لنا كان عندهم امال عريضة واحلام كبيرة جدا مع تلبية هذه الدعوة ويسوع صاحب هذه الدعوة لا نراه الان اخذ عنهم مش دي ازمة جديدة الان لا يرونه لا يسمعونه لا يلمسونه كما كانوا من قبل في الوقت اللي هم مش شايفين يسوع بعينهم هم في ازمة والنهاردة نفس الشيء صديق المشاهد الوقت اللي فيه لا ترى الكنيسة مسحة بوضوح لا ترى يسوع بوضوح فهي في ازمة ثم هناك جانب اخر من الازمة نقراه في هذا الاصح وبالتحديد اية ستة وسبعة اما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه ده سؤال مهم واهم سؤال عندهم ما عندهمش اجابة عليه هيقولوا للناس ايه وليه هذا السؤال بالذات غالبا افتكروا انه ده بيعبر عن اهم الحقائق اللي يقدموها للناس واللي قدموا الرب من اجابة الحقيقة لا يعتبر اجابة لسؤالهم وبالتالي لا يعلمون متى سيعود متى سيرد الملك الاسرائيل واحنا بنتساءل النهاردة لماذا لم يجب الرب على سؤالهم الحقيقة لان السؤال في ذاته خطأ وان حاولنا نسأل اسئلة خاطئة هنصل الى اجابات خاطئة عندما تنشغل الكنيسة باسئلة جانبية بعيدة عن دعوتها لتكون نور للعالم وملح الارض فحتما ستكون في ازمة التلميس حاولوا بسؤالهم يعرفوا الاجندة والتوقتات الالهية زي اللي بيحاولوا النهاردة يحددوا موعد مجيء الرب الثانية مع ان معرفتنا لموعد مجيء لا بد ان يدفعنا لكي نكون كل يوم من ايام الحياة في حالة صهر واستعداد وعمل وخدمة واعلان الانجيل للبعيدين وتكريس حقيق للرب وامانة في الحياة جانب اخر من الازمة نقدر نشوفه في ضعفات البعض بينهم قديه كان مؤلم ان الكنيسة تكتشف الكنيسة في الوقت ده ممثلة في الرسل والتلاميذ الآخرين قديه كان مؤلم ان هي تكتشف انه من سلم يسوع اللي يصلب هو واحد منهم وقديه كان صعب ان الكنيسة تعرف حادثة انكار بوتوس ثم ماذ عن حنانية وسفيرة في اسرح خمسة وكذلك ديماس فيما بعد الذي يحب العالم الحاضر وترك الخدمة والقايمة تطول ونقول ان الكنيسة الاولى كانت امام ازمة بل كل ازمات من خلال ضعفات الناس ومما لا شك فيه ان كل كنيسة محلية تواجه هذا النوع من الازمات في ضعف خدامها واعضاءها وسقطتهم لكن خلونا نتعلم ازاي واجهت الكنيسة الاولى هذا النوع من الازمات ولم تتعطل يهوزة ذهب الى طريقه والكنيسة اختارت بديل ليه بطرس لا اشك اطلاقا ان الكنيسة رفقاء الرسل وبقية التلميذ مكنوا ليه المحبة اعطوه القيادة من جديد ويحنى هو من كتب لقاء الرب معه في يحنى 21 وتكليف الرب لبطرس ارعى غنمي ارعى خرافي وكان قصد يحنى ان هو يرد البطرس اعتباره حنانيا وسفيرة حصل تأديب كنسي وإلهي واضح اذا كان فيه ازمات في الكنيسة الاولى لكن الكنيسة قدرت تواجه الازمات بفكر صحيح وبحلول حاسمة وبحلول من الرب وبارشاد من الرب لكن تعالى معايا الى جانب العظمة في الكنيسة هل لنا نحن نرى هذه العظمة عظمة مجتمع المسيح شعب الرب جماعة المفديين من كل قبيلة وشعب ولسان وأمة زي ما قلت في البداية الكنيسة بتستمد عظمتها من عظمة مؤسسها اللي قال في يوم من الايام ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها فالمسيح لكل المجد هو بان الكنيسة هو اللي اسسها قال الرسول بولس في كرنس الاولى ثلاثة لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي أضع الذي هو يسوع المسيح والرسول بولس دعاها هيكل الله وكتب هو كأنه يتحدى الجميع إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو فالكنيسة بتستمد عظمتها من عظمة المسيح والكنيسة بتستمد عظمتها من القوة الممنوحة لها وعد الرب في آية تمانية في هذا الجزء في أعمال واحد ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القرص عليكم وتكونون لي شهودا في أورو الشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض فالقوة إذن مرتبطة بوعده وهو حتما صادق القوة مرتبطة بالروح القرص فالروح القرص هو الرب المحي الذي يسكن في كل مؤمن من يوم تجديده لتحقيق مهمة واضحة تكونون لي شهودا هذه المهمة أعطيت للكنيسة كل واحد مننا عندما يرتبط بالكنيسة فهو مدعو أن يشارك في مهمة الشهادة هذه يخطئ من يظن أن أنا ارتبط بالكنيسة لأجل العبادة والشركة فقط وده للأسف فكري شائع علشان كده بيكتفي البعض في أحسن الأحوال بحضور الاجتماعات ولقاء المؤمنين الأصدقاء لكن كنيسة عندها إرسالية عندها دعوة ماذا تعني هذه الإرسالية؟ إنها تعني أنك مدعو في المسيح لحياة خاصة مقدسة متميزة تصير انتباه الآخرين فيسألونك عن سبب الرجاء الذي فيك وتجيبهم بوداعة وخوف تعني الإرسالية أيضا أن نذهب للبعيدين فقد قال الرب وتكونون لي شهودا والشاهد يحكي ما رأاه واختبره وهذا هو مجد الكنيسة وعظمتها أن تشهد للمسيح الذي تراه وقد اختبرته مهمتها تجاه العالم إنها تعمل كده كل يوم عندما تتوقف الكنيسة عن مهمتها الكرازية هذه ودعوة البعيدين إلى الحياة الجديدة في المسيح فإنها في الحقيقة تتوقف عن أن تكون كنيسة الكنيسة مرتبطة بالإرسالية مرتبطة بالشهادة شوفنا قبل كده في ظهور المسيح قدم لهم التكليف الخطير كما أرسلني الآب للعالم أرسلكم أنا فإرسالية الكنيسة تحمل فكر الصيرورة الذي كان للمسيح فكما أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا يحن 1-14 هكذا ينبغي أن تكون الكنيسة حاملة لخبر الإنجيل للعالم كله الرسول بولس عبر عن هذا الاختبار بكلمات جميلة جدا قالها في كورونس الأولى 9 وآية 20 إلى 22 كتب الرسول هذه الكلمات المشجعة والمعذية صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس وللذين بلا نموس كأني بلا نموس مع أني لست بلا نموس لله بل تحت نموس المسيح لأربح الذين بلا نموس صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما والامتياز الممنوح للكنيسة في هذه المهمة هي القوة التي يمنحها الرب لها نها قوة الروح قوة الروح القلس فلا نفشل لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والمصر هذه القوة صديق المشاهد عمليا هي اللي غيرت بطرس اللي كان خائف وأنكر سيده أمام الجواري والخدم وقف الشاهد الجريء يخاطب قارة اليهود هذا أخستموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أسمة صلبتموه وقتلتموه في عمال اتنين بيقول هذا الكلام وآية 23 وصح 3 آية 14 و15 ولكن أنتم أنقرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك إيه اللي كان في ذهن الرسول بطرس وهو بيستخدم كلمة شهود هل افتكر الكلام اللي قاله الرب لشعب زمان في إشاعية 43 أنتم شهودي إسرائيل في الماضي فشل في حمل الشهادة للأمم المحيطة فكلام بطرس بيأكد بأنه هو ورفقاء الرسل ومعهم الكنيسة في كل العصور بيحملوا الشهادة لمحبة الله للناس اللي اكتملت في صليب المسيح نعم بطرس كان قويا بلا خوف يعلن هذا وهي نفس القوة اللي حولت أولئك الذين تشتتوا من جراء الاضطهاد إلى مبشرين بالكلمة وده اللي هنشوفه بعد كده بمشيط الرب في أصرح تمانية هكذا انطلق تيموساوس الخجول بنفس القوة يكرز بالكلمة يقول الرسول بولس في وقت مناسب وغير مناسب في وقت مناسب وغير مناسب يعمل إيه يا تيموساوس عز بكل أنات وتعليم يوبخ ينتهر ويعز بكل أنات وتعليم إذن دي عظمة الكنيسة عظمة الكنيسة مرتبطة بعظمة سيتها عظمة الكنيسة مرتبطة بعظمة دعوتها وشهادتها عظمة الكنيسة مرتبطة برؤيتها للسيد باستمرار وهذا الأمر صديق المشاهد هو سر عظمة الكنيسة اليوم إن أرادت الكنيسة أن تختبر هذه العظمة عليها أن ترى سيدها بوضوح وأن تعطيه مكانة بوضوح وأن تكون أمينة للدعوة ولشهادة وإذاعة رسالة الإنجيل بقول كل ده رغم الأزمات اللي كانت موجودة وشفنا الأزمات اللي كانت أمام هذه الجماعة نواة الكنيسة في الكنيسة الأول قديه كانت الأزمات لكن العظمة كانت أقوى وسعدتهم يتغلبوا على كل أزمة كانت بتوجههم حتى على مستوى الحياة الشخصية صديق المشاهد خل عينيك على الرب خليك أمين لدعوتك وإشهادتك ورسالتك هتتمتع بعظمة سيدك يوم بعد يوم وتقول يا رب أنا لا شيء أو أنا لدي تحديات وأزمات في الحياة لكن أنت أقوى أنت أعظم إذا كان في ألم في مجد في عظمة لأنك في رحلة وأنت جزء من هذه الرحلة والتي هي قصة الكنيسة وإلى لقاء آخر في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم أستودعكم لنعمة القدير والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر